مرة أخرى بدأ رئيس النظام التركي رجب أردوغان بتأجيج التوترات في المنطقة وبشكل خاص مع اليونان في محاولة ليست الأولى ولا الأخيرة من نوعها للتستر على الأزمة الاقتصادية في تركيا صحيفة كاثميريني نقلت عن مسؤولين بالحكومة اليونانية تأكيدهم أن أردوغان قرر تأجيج التوترات بالمنطقة عقب زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى الولايات المتحدة وبحسب هؤلاء المسؤولين فإن تلك الخطوات التصعيدية ستتضمن تحليق طائرات النظام التركي الحربية في أجواء الجزر اليونانية وتوجيه المهاجرين إلى اليونان وتنفيذ أعمال تنقيب في شرق المتوسط الصحيفة اليونانية ذكرت أن أثناء تستعد لكل السيناريوهات التي قد يلجأ إليها النظام التركي عقب التحركات اليونانية في الولايات المتحدة كما أشارت إلى إمكانية انضمام اليونان إلى برنامج مقاتلات F-35 الذي تم إقصاء أنقرة منه بسبب حصولها على صواريخ S-400 روسية هذا وأوضحت الصحيفة أن شعبية أردوغان تتراجع لأول مرة بسبب الوضع الاقتصادي في تركيا وأنه يبحث عن قضايا خلافية في السياسة الخارجية لتشتيت الانتباه وجذب الداعمين له كما لفتت الصحيفة إلى أن الحكومة اليونانية تتوقع أن تستغل أنقرة أزمة اللاجئين خلال الأسابيع المقبلة مشيرة إلى ارتفاع معدلات عبور اللاجئين إلى اليونان خلال شهري أبريل الماضي ومايو الجاري مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي كما تتخوف الحكومة اليونانية بحسب الصحيفة من اندلاع توترات مشابهة في شرق البحر المتوسط لتلك التي وقعت في عام 2020 حينما أرسل نظام التركي سفينة أبحاث زلزالية للبحث عن الغاز الطبيعي والأسبوع الماضي أعلن أردوغان القطيعة مع رئيس الوزراء اليوناني قائلا إن ميتو تاكيس توجه إلى الولايات المتحدة لإقناع الرئيس جو بايدن برفض تزويد تركيا بمقاتلات F-16